موسيقى أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بكلفزيون سلطنة عمان مرحبا بكم نبدأ النشرة بأهم العنوين جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس فلاديمير قوتن بفوزه في الانتخابة الرئاسية بجمهورية روسيا الاتحادية موسيقى شركة تنمية نفطومان تكشف عن مخزون من الغاز تقدر كميته بأكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب شمال منطقة امتيازها لحقل مبروش موسيقى وزارة النقل والاتصالات تؤكد جاهزيتها لتشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي غدا الثلاثان موسيقى انطلاق المهرجان الختامي لكاس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن على مضمار الهجانة السلطانية بولاية بركة موسيقى اهلا بكم بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكر استقلال بلاده ضمنها جلالة السلطان المعظم صادقة هانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق للشعب التونسي الشقيق كافة تطلعاته لمزيد من الرقي والنماء كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية جديدة ضمنها جلالة السلطان المعظم أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بتوفيق والنجاح في قيادة الشعب الروسي الصديق لمزيد من التقدم والرقي وللعلاقات القائمة بين البلدين بالطراد التطور والازدهار أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز ومئة واثني عشر مليون برميل من المكثفات حجم الاكتشاف الذي أعلنت عنه شركة تنمية نفط وامان في شمال منطقة امتيازها لحقل مبروك جاء الإعلان عن الاكتشاف في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز الذي استعرض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في قطاع النفط والغاز مخزون من الغاز تعلن شركة تنمية نفط عمان عن اكتشافه في شمال منطقة امتيازها لحقل مبروك وتقدر الكميات القابلة للاستخلاص أكثر من أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز ومئة واثني عشر مليون برميل من المكثفات النفطية هذا الاكتشاف جاء في المؤتمر الصحفي لوزارة النفط والغاز التي استعرضت مجموعة من مشاريع النفط والغاز المستكملة العام الماضي والجاري تنفيذها حاليا بالنسبة لحقل مبروك طبعا أعلنت الشركة أنه تم اكتشاف اكستنشن للحقل نفسه يتمثل في مبروك نوف إيست ما زالت عمليات الاستكشاف قائمة عمليات التنقيب قائمة في بعض الحفر تم حفرها خلال العام في بعض الحفر ما زالوا يحفروها خلال العام هذا نتوقع أن الحقل هذا ممكن يكون من أفضل الاكتشافات في الفترة الحالية طبعا أقل من خزان بكل تأكيد يعني بعض المعلومات التي طلعت أن الحقل أضخم من حزان وربما يكون من أضخم المشاريع على منطقة المنطقة هذه معلومات غير صحيحة نهائيا هو حقل كبير مقارنة ببعض الحقول الثانية الموجودة ولكن أصغر من حقل حزان مشروع توسعة مصفات صحار أحد المشاريع المنجزة العام الماضي بتكلفة مليارين وسبعمائة مليون دولار والذي أدى إلى رفع معدلات التكرير للمصفا إلى سبعين في المئة لتبلغ مئة وثمانية وتسعين ألف برميل يوميا مشروع محطة تخزين الوقود في الجفنين البالغة تكلفته ثلاثمائة مليون دولار بدأ أيضا العام الماضي تحميل أول شاحنة من الوقود ليصل عدد الشاحنات المحملة بنهاية ديسمبر أكثر من عشرة آلاف شاحنة مما قلل نسبة مرور شاحنات الوقود في مصقط بنسبة سبعين في المئة مشروع خزان للغاز البالغة تكلفته الاستثمارية 16 مليار دولار تم تسليم المرحلة الأولى من في سبتمبر الماضي بقدرة انتاجية وصلت إلى مليار قدم مكعب يوميا على أن تضيف المرحلة الثانية نصف مليار قدم مكعب بحلول عام 2020 بالنسبة لحق الغزير وهي المرحلة الثانية من تطوير مربع 61 تم اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل فترة وتم إسناد جميع المناقصات الرئيسية للمشروع وهي القاطرة الثالثة لمعالجة الغاز وأيضا حفرنا أول بير تطويري في المنطقة بالنسبة للطاقة الشمسية تقدمنا بالحصول على التاهيل المسبق في مشروعين المشروع الأول هو مشروع محطة الطاقة الشمسية في عبري 500 ميجاوات والمشروع الآخر مماثل وهو محطة الطاقة الشمسية لشركة تنمية نفط عمان 100 ميجاوات في قنوب عمان المشاريع الجاري تنفيذها يتقدمها مشروع لوالي البلاستيك الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 50% مع بداية هذا العام على أن يستكمل في الربع الثاني من عام 2020 بتكلفة قدرها 6 مليارات و 400 ألف مليون دولار الشركة استثمرت خلال العام تقريبا 7 مليون دولار لجانب تطوير الموارد البشرية فقط بما يتعلق بمشروع لواء البلاستيك تم توظيف عدد من الشباب طبعا الخريجين ويتم كذلك توظيف عدد من الشباب العمانيين أيضا دول الخبرات وتم رسال أكثر من 100 شخص إلى دول أخرى في العالم حيث يتم استخدام نفس التقنيات التي سيتم استخدامها في المشروع ونأمل خلال هذا العام أن يتم انتهاء التدريب بحيث أن يرجع هؤلاء الشباب للعمل في تشغيل تجريبي المشروع مع نهاية العام القادم إن شاء الله مشروع رباب هرويل المتكامل لإنتاج الغاز والمكثفات يعد من أكبر مشاريع النفط والغاز الاستثمارية في السلطنة من حيث التكاليف الرأسمالية البالغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار حيث تم الانتهاء من الهندسة والمشتريات وما زال البناء قيد التنفيذ ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في شهر يونيو 2019 أما مشروع جبال خف الذي يتضمن تطويرا متكاملا لمكمني خف وستير لإنتاج النفط والغاز الحمضيين فيمضي كما هو مخطط للبدء في الإنتاج في فبراير 2021 بتكلفة تبلغ حوالي مليارين وتسعمائة مليون دولار كما تتواصل عمليات البناء في مشروع صلالة للغاز البترولية المسال على أن يتم استكماله في الربع الأول من عام 2020 باستثمار بلغت تكلفته حوالي 826 مليون دولار وتشير التقديرات أن إيرادات المشروع تصل إلى حوالي 200 مليون دولار سنويا من خلال بيع 300 ألف طن سنويا من الغاز البترولي المسال والمكثفات وأعلنت شركة تنمية نفط عمان خلال المؤتمر الصحفي عن تحقيق رقم قياسي في الاستثمار في الشركات المحلية من خلال إسنادها عقودا بحوالي 5 مليارات ومئتي مليون دولار كما بلغ عدد العاملين في قطاع النفط والغاز أكثر من 17 ألف موظف منها نحو 14 ألف موظف عمانية أكثر من 4 مليارات و700 مليون برميل إجمالي احتياطي السلطنة من النفط والمكثفات مع نهاية العام 2017 منخفضا حوالي 376 مليون برميل عما كان عليه في العام 2016 رغم إضافة 355 مليون برميل من النفط والمكثفات خلال أعمال الاستكشاف وإعادة تقييم بعض الحقول المنتجة هذا الانخفاض سببه الرئيسي تحويل حوالي 323 مليون برميل من الاحتياطي إلى كميات قابلة للاستخلاص مع تعافي أسعار النفط أما احتياطي الغاز فتمت إضافة حوالي 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز ليرتفع إجمالي احتياطي السلطنة إلى حوالي 25 تريليون قدم مكعب بنهاية العام 2017 ويعد حقلا خزان وغزير المساهمين الأكبرين في تلك الإضافات كمية الغاز التي نستطيع أن نصدرها محكومة بالطاقة الإنتاجية لشركة الغاز المسال كمية الغاز التي يمكن أن نستهلكها داخل السلطنة محكومة بمدى الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها وأيضا مدى إمكانية المصانع أن تستقبل هذه الكميات من الغاز أي مشروع جديد ممكن يقوم اليوم لاستغلال هذه الكمية من الغاز محتاج إلى على الأقل 3، 4 أو 5 سنوات علشان يكون جاهز ويبتد يستغل الغاز وبالتالي ما ممكن أني أنا اليوم أدخل حق الخزان للإنتاج بكامل طاقة الإنتاجية وفي نفس الوقت أحافظ على كل الحقول المنتجة بكامل طاقتها الإنتاجية لأن الحاجة في السوق أقل من كمية الغاز التي يمكن أن ننتج اليوم وارتفعت المصرفات على قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز 100 مليون دولار لتبلغ حوالي 11.4 مليار دولار موزعة بنسبة 72% كنفقات رأس مالية ونسبة 28% كمصاريف تشغيلية وكان الإنفاق على قطاع النفط حوالي 7.9 مليار دولار والإنفاق في قطاع الغاز حوالي 3.5 مليار دولار المشاريع التي تطورها الشركة الآن أكبرها طبعاً مشروع مصفات الدقم مع جانب الكويتي وإن شاء الله هذا المشروع سنضع حجر الأساس إلى نهاية شهر إبريل القادم والمرحلة الأولى منه سيكون وضع التصاميم النهائية للمشروع وإن شاء الله سيكون أول ما نخلص عملية المفاوضات التمويل سنبتد على طول في مشروع البتروكوميات ووضع الدراسات الأولية لمشروع البتروكوميات مع شريكنا الجانب الكويتي وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام والمكثفات حوالي 972 ألف برميل مقارنة بمليون و4 ألف برميل يومياً للعام 2016 وذلك نتيجة تخفيض الإنتاج حسب الاتفاق مع دول منظمة أوبك فيما استقر متوسط الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي بالإضافة إلى الغاز المستورد من دولفين عند مستواه السابق المقدر بحوالي 112 مليون متر مكعب وخلال العام الماضي تم التوقيع على أربع اتفاقيات بيترولية في أربع مناطق امتياز ويتوقع أن تصل تكاليف برنامج الاستكشاف ما يقارب 67 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من الاتفاقيات المبرمة لتغطية المستوحات الزلزالية وعمليات الحفر الاستكشافية كما تم طرح أربع مناطق امتياز أخرى في الربع الأخير من العام المنصرم وتعكف الوزارة حالياً على تحليل العروض المقدمة من الشركات المحلية والعالمية أكملت وزارة النقل والاتصالات جاهزيتها مع شركائها الاستراتيجيين لبدء عمليات التشغيل التجاري لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي المقرر غداً الثلاثاء جاء ذلك بعد نجاح التجارب التشغيلية التي أجريت خلال الفترة الماضية والتي بلغت 45 تجربة تشغيلية بمشاركة ما يقارب من 26 ألفاً من المواطنين والمقيمين إضافة إلى محاكاة أكثر من 1200 رحلة ومناولة أكثر من 166 ألف حقيبة وما يزيد عن 100 تمرين وفحص منها تمرين طوارئ شارك فيهما أكثر من 4000 شخص بالإضافة إلى العديد من تمارين تكامل الأنظمة في مواقف الطائرات كما تم فحص جميع جسور الطائرات الموجودة وإجراء العديد من التجارب الحية وذلك بالتعاون مع فريق الجاهزية التشغيلية بالشركة العمانية لإدارة المطارات وشرطة عمان السلطانية والطيران العماني وشركة المناولة الأرضية وأشارت الوزارة إلى أن رحلة رقم WY-153 التابعة للطيران العماني والمتجهة إلى زيوريخيا آخر الرحلات المغادرة من مبنى مطار مسقط الدولي الحالي وذلك في الساعة الثانية وخمس واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت السلطنة فيما ستهبط الرحلة رقم WY-462 للطيران العماني كول رحلة تشغيلية في مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي في الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت السلطنة قادمة من مدينة النجف العراقية وذكرت الوزارة أن مطار مسقط الدولي الجديد نفذ بمواصفات في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي آياتا هذا ويبدأ مطار مسقط الدولي الجديد عملياته تشغيلية غدا في حدث يحظى بمتابعة حكومية ومجتمعية لهذا المشروع الحيوي الضخم المطار يستوعب عشرين مليون مسافر سنويا على أن يرتفع الرقم إلى ستة وخمسين مليون مسافر في مراحل قادمة علامة فارقة لمطار مسقط الدولي الجديد الذي سوف يستوعب عشرين مليون مسافر سنويا خلال المرحلة الأولى من افتتاحه على أن يرتفع الرقم إلى ستة وخمسين مليون مسافر سنويا في مراحل قادمة المطار أريد له أن يكون عالميا فكسب الرهان مبنى المسافرين يتكون من ثلاثة أجنحة تتوفر بين ردهاته كافة الخدمات للمسافرين بل يتربع في جانبه العلوي فندقا يحوي تسعين غرفة حيث رسم تصميمه ليراعي التوسعات المستقبلية المطار الذي يغضاه أكبر مطارات العالم تبلغ فيه مساحة مبنى المسافرين خمسمائة وثمانين ألف متر مربع ويوجد به مائة وثمان عشرة من ضد لإنهاء إجراءات السفر من قبل شركات الطيران بينما يبلغ عدد الجسور الجوية لنقل المسافرين من وإلى الطائرات أربعين جسرا فارس بن جمع لهابي من مطار مسقطة دولي الجديد انطلق المهرجان الختامي لكاس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن على مضمار الهجانة السلطانية بولاية بركة ويتواصل على مدى أربعة أيام الهجن المشاركة تنفست على مسافة أربعة كيلومترات في خمسة عشر شوطا لنيل شرف الحصول على جوائز هذا السباق والذي يعد أحد المورثات التقليدية الأصيلة انطلقت على مضمار الهجانة السلطانية بولاية بركة منافسات السباق الختامي على كأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية في ختام مهرجان الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني والذي انطلق منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي تضمن ثلاث عشرة محطة طافت مختلف ولايات السلطانة اجتملت على سباق مزاينة الإبل وركض الأرض إضافة إلى السباقات العامة كأس مولانا حضرت صاحب الجلالة هذا البدى اليوم في سن الحقائق بدأ في بداية الحمد لله طيبة وقيدة وكانت مشاركة واسعة من ملاك الهجن من مختلف محافظات السلطانة والاتحاد العماني لسباقات الهجن هو شريك معهم في هذا الآذة لأنه التنظيم الفني ومثلما تشوف اللقان كل حد في موقع عمله نفتخر بالمشاركة وهذه كأس مولانا صاحب الجلالة ننتظره بفارغ الصبر نعدل من أول موسم يدينا الحين تقريبا نهاية موسم نعدل لهذه الركض وهذه كأس لأن كأس غالي على قلوبنا وغالي على كل مواطن وكل عبارة مقيم في السلطنة والرغبة الشديدة أن نشارك في الحفل وفي مهرجان وفي كأس مولانا صاحب الجلالة اليوم الأول لهذا السباق القتامي تضمن 15 شوطا خصصة لفئة الحقائق لمسافة 4 كيلو مترات 10 أشواط لفئة بكار وخمسة لفئة القعدان حيث يحرص أصحاب وملاك الهجن من مختلف ولاية السلطنة على المشاركة في هذا السباق باعتباره مسك ختام الموسم ويتم التنافس على نيل شرف الحصول على كأس جلالته لسباقات الهجن نشكر الله على التهويق وأنه موت اليوم بهذا الحضور الغفير من مختلف ولاية السلطنة ونشكر لهجانة السلطانية الداعمة الرسمية والاتحاد العماني الهجانة السلطانية وبالتعاون مع الاتحاد العماني لسباقات الهجن أكمل الاستعدادات لهذا السباق الختامي من حيث تسخير كافة الإمكانات لإنجاحه كما تم رصد جوائز قيمة للفائزين في مختلف الأشواط لكافة الفئات المشاركة وعلى مدى الأيام الأربعة لهذا السباق والذي سيختتم الخميس المقبل مشاركة واسعة مع انطلاقة اليوم الأول لهذا المهرجان السنوي والذي يعكس الحرصة في المحافظة على هذا الموروث الأصيل عبد الله بن عامر ألويهي من ميدان الهجانة السلطانية بولاية بركة محافظة جنوب الباطن فترة الأخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد قليل 357 عاما من العلاقات العمانية البريطانية تجسدها أعمال فنية في ملتقا بجامعة السلطان قابوس تغطية خاصة مباشرة مطار مسقط الدولي بدو تشغيل التجاري الثلاثاء العشرون من مارس 2018 الساعة الرابعة عصرا على القناة العامة وقناة عمان مباشر تطوير آليات ممارسة مجلس الدولة لاختصاصاته التشريعية والرقابية ما تحقيق التكامل بين المجلس والحكومة بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة أهم ما استعرضه مكتب مجلس الدولة في اجتماعه اليوم كما ناقش الاجتماع المنهجية المعتمدة لإعداد المقترحات من قبل اللجان الدائمة بالمجلس وضوابط تقديم المقترحات إلى الجلسة العامة وهيكلتها بالإضافة إلى آلية استضافة اللجان المسؤولين من الجهات الحكومية والخاصة ترأس الاجتماع معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة اختتم مجلس الشورى مناقشة بيان معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية خلال جلسة المجلس الاعتيادي الرابعة عشر لدور الإنعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة وخلال جلسة الختامة كدم عليه عدم ممانعة الوزارة من إعادة النظر في المبالغ المدفوعة في حالة الكوارث والتي تم خفضها إلى 50% مشيرا كذلك إلى التواصل والتنسيق مع مجموعة من المعاهد لتقديم تدريب مقرون بالتوظيف لدول عاقة كما أفاد وزير التنمية الاجتماعية بأن موشرات تمكين المرأة في السلطنة جيدة موضحا أن نسبة العاملات من الإناث في القطاع الحكومي يشكل حوالي 50% وبالنسبة 24% في القطاع الخاص ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى اختتمت فعاليات تمرين مراكز القيادة الجهد المشترك عشر والتي تمكنت فيه جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية من تحقيق أهدافه بتفاعلها التام مع مجرياته وأحداثه التمرين يات استعدادا لتمريني الشموخ الثنان والسيف السريع ثلاثة الذين سيتم تنفيذهما في أكتوبر المقبل التمرين التحضيري مراكز القيادة الجهد المشترك عشر اختتمت فعالياته اليوم حيث شاركت فيها عدد من القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وبإشراف مباشر من مدير التمرين الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة وفريق التخطيطي والتنسيق كل في مجال مهامه ووفقا لمخطط التمرين سعدنا كثيرا خلال ثلاثة تسابيع الماضية وأكثر بتنفيذ التمرين القهد المشترك عشر وقد عشنا في قو من التدريب المفعم بالنشاط والحيوية من قبل كافة المشاركين في هذا التمرين ولله الحمد لأول مرة تشترك قهات مختلفة ولأول مرة أيضا نتدرب على كافة المستويات المستوى الاستراتيجي والمستوى العملياتي والمستوى التعبوي وكذلك تم تفعيل كافة الخطوط الخط الدبلوماسي والخط الاقتصادي والخط المعلوماتي والخط العسكري وكان العمل منسقم تماما التمرين التحضيري اليهد المشترك عشرة تم تنفيذه استعدادا للتمرين الوطني الشموخ 2 والتمرين المشترك السيف السريع 3 مع القوات البريطانية والمزمع تنفيذهما في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى تحقيق التكامل والتمازج بين مختلف القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية التمرين حقق الغاية النهائية منه وفي النهاية طبعا لابد من نخرج من هذا التمرين بدروس كثيرة منها دروس مكتشفة ومنها دروس مستفادة وتحقيقا للغايات والأهداف الوطنية التي يقام من أجلها هذا التمرين الوطني التكاملي المشترك فقد أظهر المشاركون تفاعلا مع مختلف مجريات وأحداث التمرين مما أكد القدرات التي يتمتع بها منتسب هذه القطاعات وإدراكهم لأهمية تكامل واجبات ومسؤوليات الخلايا التي تمثل الصنوف والتخصصات المختلفة وفي ختام هذا التمرين توجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في هذا التمرين وأخص بالشكر للمشاركين المدنيين الذين شاركونا لأول مرة في هذا التمرين القهل المشترك عشرة من جانبهم أشاد قادة أسلحة قوات السلطان المسلحة بجهود كافة المشاركين من مختلف القطاعات مما أسهم ذلك في نجاح فعاليات التمرين وتحقيق النتائج المتوخة التمرين يهدف إلى تفعيل منظومة العمل الوطني المشترك بين قوات السلطان المسلحة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة النقيب محمد بن سعيد الحسني مسقط تعاون المختصين بدول مجلس التعاون في الحد من تأثيرات الزلازل كان محور مناقشات الملتقى العاشر للزلازل الإحصائيات المسجلة أظهرت أن واحدا وخمسين زلزالا محسوسا سجل في السلطنة منذ 2001 فيما تشهد جبال الحجر نشاطا زلزاليا بصفة مستمرة لكون السلطنة تقع على مكامنة زلزالية نشطة أبرزها ما يعرف بمكمني بحر عمان يعلن مركز رصد الزلازل بين فترة أخرى عن عدة هزات محسوسة مسجلة في السلطنة ولأن جغرافية دول مجلس التعاون متشابهة فقد استمر الخبراء المعنيون برصد الزلازل في عقد لقاءاتهم بهدف توحيد الجهود في هذا المجال نحن دائما نعتمد على مخرجات البحاث العلمية التي تقدم في الملتقة ونقدمها كتوصيات لمتخذين القرار والأخذ بها وعمل المواصفات القياسية للمباني المقاومة زلازل السلطنة سجلت منذ العام 2001 واحدا وخمسين زلزالا محسوسا فيما ظهرت الدراسات أن النشاط الزلزالي في جبال الحجر متباين وتتم متابعته عبر أجيزة حديثة منتشرة في محافظات السلطنة جبال عمان فيها نشاط زلزالي محدود نسجل زلازل بعمان تقريبا سنويا في جبال عمان قوة 2 إلى 3 بعضها محسوس والبعض الغير محسوس لكن فيها نشاط والله الحمد هو نشاط محدود بشكل كبير دول مجلس التعاون الخليجية استخدمت التقنية في التعرف على المخاطر المترتبة على حدوث الزلازل من خلال توفير برامج إلكترونية حديثة هذا الابليكيشن الاستفادة منه أن عملية الأخلاق عند حدوث الزلازل تكون مرتبطة بهدف أنك أنت ما تقدر تخلي المباني المرتفعة اللي هي طبعا الاستثمارية اللي هي 100 أو 120 دور بدون أن يكون عندك الخبر اليقين أن هذه الهزة مؤثرة أو غير مؤثرة هذا الابليكيشن يوضح لك إذا كان هناك فيه انديكيتر أن يجب عليك الإخلاق اللي هو طبعا عند حدوث الزلازل 3.5 أو 4.something في السلطنة تتم مراقبة والانشطة الزلزالية عبر 20 محطة رصد فيما يعمل المركز الوطني للإنذار المبكر على رصد مؤشرات البحار لحدوث مد بحري بطول السواحل العمانية التقال معنيين في دول المجلس حول الزلازل سيتيح لهم معرفة آخر المستجدات في الحدي من تأثيرات هذه الأنشطة على الإنسان والطبيعة عبدالله بن علي البلوشي مسقط 357 عاما من العلاقات العمانية البريطانية هو عنوان الملتقى الرابع الذي نظمته جماعة التاريخ والآثار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ويصاحب الملتقى معرض للتعريف بمجالات التعاون السياسي والاقتصادي بين السلطنة والمملكة المتحدة عام 1613 للميلاد كان إذانا بفتح حقبة جديدة من العلاقات العمانية البريطانية حيث تلت هذه السفينة سفن أخرى تنوعت على إثرها أشكال التعاون بين البلدين عنوان المعرض 357 عاما من العلاقات العمانية والبريطانية بدأت العلاقات عام 1613 لحد يومنا لماذا اخترنا بريطانيا كدولة بحكم العلاقات المطيدة بين الدولتين الملتقى يتناول معرضا يضم أشكال الحياة في البلدين وصورا للشخصيات السياسية في ذلك الوقت ومجموعة من المخطوطات القديمة وكذلك اتفاقيات حركة التجارة بين البلدين في المحيط الهندي بداية عندنا هذه المعاهدة التي هي في عام 1864 التي صار السماح لبريطانيا بإنشاء خطوط المواصلات السلكية في الأراضي العمانية ويضم المعرض كذلك بعضا من الاتفاقيات بين البلدين ونماذج لطوابع بريدية صدرت عام 1952 للميلاد تحمل صور الملكة إليزابيث الثانية ومنحوتات تحمل مجسمات لشخصيات بريطانية هذه العمل عبارة عن مجسم لرئيس وزراء بريطانيا شرشل وأنا حبيت أسوي العلاقة بين بريطانيا والسلطنة عمان وتتمتع السلطنة بعلاقات راسخة وقوية مع المملكة المتحدة تشمل مجالات تعاون عدة تخدم مصالح البلدين الصديقين يتجاوز عمرها الأربعة قرون 357 عاما من العلاقات العمانية البريطانية يغطيها المعنض بأركانه المختلفة الاقتصادية والسياسية والاستشراقية من جامعة سلطن قابوس يعقوب بن يوسف البلوشي اتفاقية لتوسعة شبكة المياه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقعتها الهيئة ضمن خطتها لاستكمال مشاريع البنية الأساسية بالمنطقة وتهيئتها لاستقطاب الاستثمارات ويهدف المشروع البالغة تكلفته مليونين وثلاثمائة ألف ريال عماني توصيل المياه الصالحة للشرب إلى العديد من المواقع والمشاريع الاستثمارية قيد الإنشاء والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أقامت مكتبة الأطفال العامة حفلة عشاء خيري لصالح مكتبة الأطفال العامة بدعم من شركة النفط العمنية الحفل الذي رعاه مع علي محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطط الاقتصادي وقيم بدار الأوبرا السلطانية مسقط توحيدا للجهود الرامية لدعم وتنفيذ المشروعات المجتمعية المستدامة أقامت مكتبة الأطفال العامة حفلا خيريا بدعم من شركة النفط العمانية نشكر شركة النفط العمانية بهذا المشروع اليوم الاحتفال على أساس نتمكن بمعرفة الناس ما هي المكتبة وما هي احتياجات المكتبة وإمكانياتها طبعا احتياجات المكتبة كثيرة وعديدة وكما ذكر الأخ سلطان هي احتياجات من الكتب من المواد التعليمية أيضا من الإمكانيات التشغيلية المبادرة جاءت بهدف حجد جهود المبادرين لتوفير الموارد اللازمة لمشروعات المكتبة المستقبلية في إطار رؤيتها المرسومة لتصبح أحد الروافد الأساسية والفاعلة لتنشيئة الجيل المحبي للمعرفة مكتبة الطفل مشروع رائد مشروع وطني ويستهدف فئة مهمة جدا ألا وهي فئة الأطفال بالتالي أردنا أن يكون دعمنا مختلف لهم من خلال التعريف بما هي الدور التي تقوم به المكتبة هذا واحد ثانيا تصليط الضوء على المبادرات التي قامت بها برنامج الحفل تضمن تعريف بالمكتبة وبرامجها والخدمات التي تقدمها والتعرف عن قرب على احتياجاتها لتتمكن من استكمال رسالتها وتحقيق رؤيتها من خلال دعم المبادرين مكتبة الأطفال العامة هي الأولى في السلطنة وأكبر المكتبات المتخصصة لفئة الأطفال تزخر بتنوع فريد في المواد التعليمية المقروعة والمسموعة إضافة إلى وسائل التعليم والترفيه وأجهزة الحواسيب والشاشات التفاعلية في بيئة جاذبة لاهتمام الأطفال وتشجيعهم على الاستمتاع بزيارة المكتبة أخبار أمان مستمرة من مركز الأخبار ولان إلى مجموعة من أخبار المحافظات حياته وآثار الشاعر سيف بن سعيد الكامياني وسيرته العلمية والثقافية كانت عنوان الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنادي نزوة بمحافظة الداخلية الندوة التي تضمنت أربع أوراق بحثية تناولت بالبحث والنقاش المكنون العلمي والثقافي للشاعر قدمها وسردها باحثون مختصون من أبناء الولاية حياته وآثاره الشيخ الشاعر سيف بن سعيد الكامياني عنوان الندوة التي بحثت في سيرته العلمية وأعماله الأدبية وسيرة حياته في موئل العلماء والفقهاء ومرتاد الشعر والأدباء في مدينة التاريخ والعلم والتراث مدينة نزوة هذه الندوة يتم تنفيذها في إطار مجموع من البرامج الثقافية والعلمية التي تقوم بها اللجنة الثقافية العلمية بنادي نزوة حيث تنفذ مجموعة من المناشط الثقافية والعلمية وتأتي هذه الندوة احتفاء بهذا الشيخ الفقيه الأديب الشيخ سيف بن سعيد الكامياني وإبراز مكانته العلمية أربع أوراق بحثية تحدثت عن سيرة الشيخ الكامياني وتلامذته وشيوخه وعن تجربته الشعرية ومكامن الدلالات الخطابية في قصائده من خلال ديوانه اللآلئ المهذبة في الأسئلة والأجوبة كما تحدثت ورقة عن أدب الرحلات وسيرته الاجتماعية والتربوية تجربة الشعرية هي عبارة عن خبرة نفسية للشاعر حين يقع أحد مؤثر مما فيستهويه ويسيطر عليه ويصبح شاغلا للشاعر في هباجزه وفي حركاته وفي سكناته سيرة الشيخ سيف الكامياني الذي رحل عن الدنيا وهو في العقد السادس من عمره تمثل مرجعا خصبا لطلاب العلم سعيد بن الديب الهنائي محافظة الداخلية ولاية نزوة بدأ العمل الفعلي في المردم الهندسي الجديد بمحافظة البريمي والذي سيسهم في التخلص من الأضرار الناتجة من طريقة الطمر التقليدي للنفايات والمخلفات وأغلقت شركة بيا أكبر مواقع الطمر التقليدية في السلطنة في المحافظة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن الممارسات الخاطئة في التخلص من النفايات هنا كانت ترمى النفايات بكميات هائلة جدا النار كانت تختات منها فيبلغ دخانها عنان السماء أما الأضرار فسيخبرك عنها الإنسان والبيئة أيضا كل ذلك أصبح الآن في طي النسيان فشركة بيئة بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه قامت بغلق هذا المردم التقليدي حيث يعد الأكبر في السلطنة بمساحة بلغت مليون متر مربع في كثير من المخلفات التي لا ترمى بشكل منظم وأصبح قريب من المخطط السكني بحكم الزحف السكاني التي لا تزيد عن كيلو مترين من المردم إلى أقرب مخطط وأيضا تكاثر البعوض أصبح الآن المردم آمن هندسي يتم استيعاذ عدد كبير تصل إلى ستين شحنة يوميا بعد هذه المرحلة اختلفت الصورة تماما فالمكان أصبح مهيئا للتخلص من النفايات الصلبة وهذا ما تقوم به المرادم الهندسية والمحطات التحويلية كما أن التخلص من النفايات الصحية والخطرة أيضا أصبح آمنا جدا موقع الطمر التقليدي بالبريمي يعتبر أحد أكبر المواقع الطمر التقليدي بالسلطنة والذي كان يشكل هاجسا كبيرا للمواطنين وذلك بسبب انتشار الحرائق وانتشار الأدخنة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين كما أن الموقع ذو حساسية كبيرة من ناحية قربه من الحدود مع دولة الإمارات العربية الشقيقة غلق هذا الموقع مر بعدة مراحل تمثلت في احتواء النفايات وتقليل المساحات التي تغطيها ثم نقلها إلى مساحات أصغر ثم تسويتها وضغطها لتغطى بعد ذلك بطبقة سميكة من التربة أهم ما يميز المردم الهندسي هو وجود طبقات عازلة في باطن خلية المردم وذلك لحماية المياه الجوفية من تسرب الملوثات يتم تجميع هذه العصارة عن طريق شبكة أنابيب وتتجمع في النهاية في برك التجميع ومن ثم يتم معالجة هذه العصارة نقلة نوعية إذن سيشهدها قطاع إدارة النفايات في المحافظة بعد هذه المرحلة التي بدأت تؤتي أكلها هذا وتواصل شركة بيئة جهودها في غلق وإعادة تأهيل مواقع الطمر التقليدية واستبدالها بالمردم الهندسية والتي بلغ عددها حتى الآن عشرة مرادم أنور بن زاهر الغريبي محافظة البريمي جلسة حوارية لاستشراف فرص العمل وبحث آليات تسريع انخراط الشباب العماني في سوق العمل نظمها مركز أبدية الثقافية الجلسة ناقشت الإقبال على الفرص المتاحة بالقطاع الخاص تجاوبا مع الجهود التي تبدلها الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب العماني الباحثون عن عمل والمتحدثون في ملتقى بدية آفاق الشباب، الإمكانيات والتحديات والفرص أكدوا على أهمية استثمار الفرص الواعدة المتوفرة بالقطاع الخاص والتركيز على تطوير الشباب لمهاراتهم والسعي للابتكار والتنافسية في إنشاء مشاريع ذاتية تسهم في تطوير وتحسين الإنتاجية للفرد والمجتمع هي ندوة مهمة تعمل على إطلاع الشباب على كيف تقاوز التحديات التي تواقع الانخراط في القطاع الخاص ولها دور كبير في توعية الشباب الهدف من هذه الفعالية هو أن نستضيف مجموعة من الناس المختصين بقضايا الشباب من مسؤولين حكوميين ومن شباب ذوي تجارب ناجحة واجهوا الصعوبات وحاولوا أن يتغلبوا عليها نحاول أن نناقش الموضوع من مختلف زوايا من زاوية الشباب والصعوبات التي يواجهونها في المؤسسات الحكومية في حال ما إذا سعوا إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة وفي نفس الوقت من زاوية الحكومة التي تسعى إلى دعم هذه المجهودات من خلال منصات دعم من خلال مؤسسات داعمة من خلال برامج من خلال مشاريع معينة تحاول أن تسهل وتذلل الصعوبات الموجودة أمام الشباب أوراق العمل المقدمة في الملتقى ركزت على فرص العمل الواعدة بالقطاع الخاص ودور الشباب بمختلف تخصصاتهم في البحث عن هذه الفرص دون كلل أو ملل خاصة في ظل المنافسة المستمرة التي يشهدها سوق العمل العماني مع تزايد الضغوط والتحديات على القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء في مجال التوظيف لاحظنا دور الشباب أنهم محتاجين إلى مساندة من الحكومة وهي إلى الدعم المالي وإلى تسقيلهم إلى العمل بطريقة الورش يعني فتح لهم مجال ورش يعني على أساس أنهم يدخلوا سوق العمل وهم يعني على دراية من عملهم الملتقى أكد على ضرورة تحسين نوعية المخرجات من قبل المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد وتدريب الشباب العماني لمواكبة متطلبات العصر مشيرين إلى أن سعي الحكومة المستمر نحو توفير فرص العمل للشباب وفق الإمكانيات المتاحة رغم تحديات انخفاض أسعار النفط أحمد بن محمد المعمري من ولاية بدية محافظة شمال الشرقية فريق الخوذات الحمراء التابع للحرس السلطاني العماني وفرق أخرى لهواة الطيران تقدم عروضا مبهرة في مهرجان الطيران الشراعي الثالث في محافظة الظاهرة المهرجان استقطب حضورا جماهريا ومشاركة واسعة من داخلي وخارج السلطنة عروض وتشكيلات رائعة وأجواء حماسية رسمت البهجة والفرحة لعشاك الطيران الشراعي واللاسلكي في المهرجان الثالث لفريق الظاهر للهواة التابع لنادي عبري في نسخته الثالثة هذا العام والذي يحمل شعار رحلة السلام والصداقة عمان بمشاركة محلية وخليجية وعالمية مشاركات تعود عليها القمهور من عام 2012 بدأها الفريق والكل يسأل عنها والكل يتابعها لذلك ارتأينا أن ما نفوتها المشاركات هذه تساعدهم على أنهم يتعلمون كيفية الطيران في أجواء مختلفة في مناطق مختلفة لأن كل منطقة تحتوي على تضاريس وتحتوي على جغرافيا مختلفة فتسبب في تأثيرات كثيرة على الجو لم تكن الطائرات الشراعية واللاسلكية وحدها فقط من أمتع الحضور على أرض المهرجان فقد كان فريق الخوذات الحمراء التابع للحرس السلطاني العماني هو من خطف الأضواء أيضاً في تلك الاحتفالية التي شهدت حضوراً لافتاً من المهتمين بهذه الفعاليات الترفيهية والاجتماعية حيث قدم المشاركون العروض بمهارات متنوعة وتشكيلات متعددة أظهرت مهارة وإمكانيات فريق الخوذات الحمراء بالحرس السلطاني العماني مشاركتنا كانت مبيت خلوي بعد 50 كيلو عن موقع الفعالية وانطلقنا من موقع المبيت بالدراجات الهواية والمسير القبلي إلى موقع الفعالية مشاركة واسعة في هذا المهرجان الذي يقام بهدف التنمية هوايات الشباب الشغوفين بالطيران الشراعي واللاسلكي ومتعة المغامرة وإتاحة المجال أمامهم لإبراز مهاراتهم من خلال العروض التي يحرص على إقامتها فريق الظاهر للهواه سنوياً في بلدة الحومانية بسمائها الصافية وطبيعتها الهادئة الجميلة بالإضافة إلى تنظيم هذه الفعاليات يعد نشاطاً رياضياً واجتماعياً فإن لها كذلك المردود الإيجابي لتنشيط الحركة السياحية محمد بن سعد العلوي ولاية عبري محافظة الظاهرة وفي القتام نذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة أنا أبغى أقول أن المهرجان جميل كان جلالة السلطان المعظم يهني الرئيس فلاديمير بوتن بفوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية روسيا الاتحادية شركة تنمية نفط عمان تكشف عن مخزون من الغاز تقدر كميته بأكثر من أربعة تريليونات قدم المكعب شمال منطقة امتيازها لحق المبروك وزارة النقل والاتصالات تؤكد جاهزيتها لتشغيل مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي غدا الثلاثة انطلاق المهرجان الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن على مضمار الهجانة السلطانية بولاية بك في ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة